اهلا بكم يا رب تكونوا بخير جميعا ايه رأيكم نعمل حوالي ستة كيلو من الصابون السيل هنستخدمه في غسيل الموعين وغسيل الملابس وتنظيف كل حاجة من ثلاث مكونات كلنا بنرميهم وما حدش في نا بفكر يستخدمهم بجد يا اميرة ايوة بجد هنعمل كمية الصابون السيل دي من ثلاث مكونات كلنا بنرميهم لأول مرة بتشوفوني معاك واميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي اول مكون احنا بنرميه ما نستخدموش هو الزيت المستعمل محتاجة من حضرات الكوبية واحدة بس من الزيت المستعمل ومحتاجة معلقتين من المية مية عادية جدا من الحنفية هاخد منها معلقتين وهنزل بهم في العلبة اللي انا هحط فيها السودا الكوية هندروكسيد السوديوم البطاس الكاترونا اه حجر تسليك المجاري البطش بصوا بيكون شكلها كشور كده وعلى فكرة هي متوفرة جدا عنده كل محلات المنظفات اه السودا الكوية ياريت تكوني حريصة شوية بتستخدميها يعني تكوني لابسك مثلا اه فتحة شباك بحيس ان بتطلع منها ابخرة مش صح ان انتي تستنشقيها ولا صح ان هي تلامس بشرتك لو لقدر اللي جات على البشرة حاولي بقى تمسح ايدك بمنديل ويكون في خل المكون التاني اللي معايا النهاردة هو معجون اللمون بجيب اشر اللمون اللي انا استعملته خلاصه حرميه وملوش عندي اي استخدام وبحوشه في كيس في الفريزر هو خشور البطوان اللي والي شتفان دي وبعد بحطن في مياه وبغليهم وببدأ اضربهم في الخلاط باخدوا المياه بتاعتم بعمل بها وصفات وباخد المعجون ده نفسه وبرضو بستخدمه في وصفات تانية كل الحاجات دي موجودة على القناة. انا اخدت معلقتين من معجون اللمون وعلشان كده انا حطيت معلقتين اتنين بس من المياه. يعني المفروض انه كل كب войت زيت ليها رابع كباية مياه. انا ماخدش الرابع كباية كلها من معجون اللمون? لأ انا اخدت معلقتين بس من المية ديوبت فيهم بطس وانزلت عليهم بمعلقتين من معجون اللمون. آآ قلبت بقى معجون اللمون مع معلقتين المية مع معلقتين السودا الكوية كويس جدا جدا. واهم حاجة ان انا اركنهم ليلة كاملة عشان يدوني افضل نتيجة وده احنا متفقين عليه. بعد ما عدت ليلة كاملة اخدت محلول السودا الكوية وانزلت بيه على كوباية الزيت المستعمل اللي موجودة عندي. معايا معلقة من الملح ومنتفقين ان الملح بيتهر الصبون وكمان بيدي صلابة حلوة قوي للصبون. ما تستغربوش من كلمة صلابة واحنا هنعمل صبون سيل. انا محتاج ان انا اصلبه وبعد كده ارجع افكه واعمل منه كمية كبيرة جدا من الصبون السيل. حطيت معلقة من الملح ومعلقة من السكر. طبعا الملح والسكر اختياري. يعني حضراتك مش هتستخدميهم مفيش اي مشكلة. ومحتاجة تقليب ربع ساعة متواصل علشان اضمن ان آآ الصبون بتاعي تحصل فيه عملية التصبون. تالت مكون واحنا بنرميه ومش بنستخدمه بشر صبون البشرة. بواقي صبون البشرة. آآ صبونة البشرة معايا لما بتخلص وبتفضل فيها قطعة صغيرة كانت طبعا كلنا بنرميها. انا اعزاجي بقى تحتفز بيهم واخدتهم بشرتهم وحطتهم على آآ الصبون بتاعي. يبقى ايه هم التلات مكونات اللي احنا آآ بنرميهم آآ معجون اللمون اللي هو من قشر اللمون اللي بنرميه. الزيت المستعمل اللي احنا بنرميه. وتالت مكون كان بشرة صبون البشرة. البواقي اللي احنا بنرميها برضو اخرناها وحطناها على الزيت ومعايا معلقتين من المسحوق البودر اللي احنا عاملينه مع بعض في القناة من حوالي تلات او او اربع فيديوهات فاتوا. احنا لحد دلوقتي ما اشترناش ايها خالص من برة. على فكرة بشرة صبون البشرة. هيديني ريحة حلوة قوي قوي. وفي نفس الوقت آآ هيديني صلابة للصابون وهيديني رغوة حلوة قوي. آآ ومش هيدوب معي بسهولة. عشان بس هتفضل يتقلبي. طب ما ده اميرة مش هيفك معي. انا عارف ان هو مش هيفك. بس احنا هنكينه يومين تلاتة اربعة اهم حاجة ينشف ويبقى بالشكل اللي حضراتكم مش شايفينه ده. بصوا عامل كده زي القرس بتحلوة المولد مش عارفة ليه طول مرة بكسر فيه حاسة انا بكسر في قرس كده حلوة مولد آآ او حلوة طحنية يعني. آآ بصوا بشر صبون البشرة ما خلي ريحته حلوة. مسحوق البودر مضيع نسبة كبيرة جدا من ريحة الزرنخة بتاعت الزيت. وكان ممكن ابشرهم على المبشرة. لكن انا اخدتهم يعني كسرتهم استسهلت كده ونزلت في اتنين لتر من المية على النار. آآ زي ما قلتلكم ممكن اضربهم في الكبة. ممكن ابشرهم على مبشرة. وحتى لو كسرتهم كده قطع كبيرة وحطتهم على النار هو مفيش بالزبط يعني عشر دقايق وهيبقوا فكوا. واخدوا بالكم يا جماعة علشان بيفور. طيب ده سبتوا بقى لحد ما آآ برت تماما بعد ما فك وكان شكله زي ما بده شايفينه كده. حاجة كده روعة في تنظيف الموعين وتلميع الالمونيوم وغسيل الاحواض وباخد منه كده وبحط في مسح الارضيات. بصوا ما شاء الله ده كده كان ممكن يبقى معجون اسيبه كده في علبة واخد منه اعمل سابون سائل واخد منه واعمل وصفات برسيل لغسيل الملابس. وبستخدمهم في كل اغراض النظافة. بس انا دلوقتي حب ان انا اعمل كمية كبيرة من السابون السائل. مش كمية كبيرة يعني مسلا عشرين كيلو ولا الكلام ده كله. طبعا احنا لا مستخدمين مواد حافظة. ولا مستخدمين المواد الشاكل بستخدمها. فيعني الكمية دي ممكن تقعد معايا مسلا اسبوعين او حاجة. نزلت دلوقتي باللتر ونص من المية العادية جدا لان هو كان معجون تقيل. فانا محتاجة ان انا اخفه. فانزلت باللتر ونص من المية. خدوا بالكم كان فيه لترين مدوبة فيهم الصابون. يبقى كده تلاتة لتر ونص. آآ بدأت ان انا فكوا الصابون معايا. هيوصل لحد القوام اللي انت عايزة وهتوقفي بقى مية بعدين. عايزة تقيل عايزة خفيف. طبعا دي حاجة ترجعلك آآ قوام الصابون مفيش اي مشكلة خالص. عايزة ازود من جودة الصابون ومن ريحته ومن قوامه ومن زوجته. جبت كيلو صابون سيل جاهز من عند بتوع النظيفات. حضرتك عندك صابون في البيت انت شرياء. اتفضلي حطيه منه كوباية او كوبايتين. مش عايزة تحطي خالص ما فيش اي مشكلة. انا كده كده الصابون بتايا ريحته حلوة. بسبب المسحوق. بسبب البشر صابون البشرة. بسبب معجون اللمون. ولكن انا بقطر كمية وبزود جودة. دلوقتي بقى معايا صابون طحفة. آآ كان معانا تلاتة ونص وحطينا كيلو اهو. بقى كده اربعة كيلو من الصابون. اللون اللي انا حطيته ده لون مايكا. بس كل دور ان هو بيدي يعني لمع كده للصابون ولكن هو مش اساسي خالص ان انت يا حضرتك تحطيه او تستخدميه. هو اصلا ما شاء الله الصابون ريحته حلوة ولونه حلو ومش محتاج ان احنا نحط عليه لي حاولة لون. بس برضو مفيش مشكلة ان احنا يعني نخلي آآ لونه اجمل. دلوقتي معايا لتر من المية. وهحط فيها معلقة كبيرة من الملح. سواء بقى الملح ده خشن. او ملح ناعم. ولكن احنا اتكلمنا عن الملح الخشن وفويده في آآ المناظفات. وقولنا ان هو افضل بكتير. لتر مية نزلت بمعلقة ملح خشن وقلبت كويس. بالنسبة لك هتستخدمي اي ملح متوفر عندك. وهنزل على الصابون هيتقلي القوان بتاعه. طب ما انت يا اميرة حطت معلقة ملح قبل كده. انا حتى معلقة ملح علشان اصلي بالصابون اللي انا فكيته. آآ الملح الكتير يا جماعة بيفصل الرغوة. فياريت ناخد بالنا من الموضوع ده. لو انا هستخدم ده الغسيل الملابس بس. هحط بدل كيلو الصابون السايل كيلو برسيل جل. وهحط آآ كوبايتين من الكلوريكس الالوان. او هحط الكلوريكس الالوان في الغسالة. بصوا انا آآ يعني ده القوان بالنسبة لي حلو جدا. هركينه بقى ليلة كاملة علشان خاطر آآ اشوف كده قوان متزبط ولا لأ واسيبه عشان يرتاح. ده كان شكله تاني يوم. للامان يا جماعة الصابون ده هيبقى حين شوية لقيدي لوان استخدمته كده. فياريت ياريت لما تيجي تستخدميه. طبعا هتحط العلبة فيها مية وفيها شوية صابون. حطي بقى معاها معلقة كبيرة من الخل عشان احنا عارفين ان الخل بينزل آآ السودا الكوية او مفعول السودا الكوية بشكل كبير. آآ عايزة اسلوكو بتاعه بعد ما حطيت الخل هتبصوا تلاقوا ان هو نزل آآ كتير وان شاء الله تقدر تستخدميه بالخل بدون اي مشاكل. انما لو هتستخدميه بقى في مسح ارديات او في غسيل ملابس او حطيتش منه في الغسالة مفيش اي مشكلة خالق. طبعا احنا عارفين ان آآ بتاع السابون السيل بيكون على سبع عشان يكون امن فهوريكو هيتلع على كام بعد ما حطينا معلقة الخل اهو يعني بقى على تمانية هتقدر يتركني على رخامة اسبوع قبل ما تستخدميه وخلصت الفيديو وبحبكم في الله.